قيل عنها ثغر اليمن الباسم وفي سلامها ووئامها تغنى الكثير إنها عدن عاصمة اليمن المؤقتة لكن الأقوال ليست أحكاما ثابتة بقدر ما هي تعبير ضرفي ووصف لحالة قد لا تدوم طويلا وبالتالي فالثغر الباسم قد يغضو حزينا ووجلا وخائف وفق هذا المنوال تبدلت الصورة في عدن تحررت المدينة من ميليشيا الحوثي قبل أكثر من عامين وبدأ للجميع أن الدولة المنقلب عليها في صنعاء ستعود من عدن كان هذا المنطق السائد آنذاك لكن الأيام أتت بما لم يتوقع وما قربه التحرير بعده الخلاف الناشئ بين الشرعية ودولة الإمارات الشريك الرئيس في التحالف العربي لدعم الشرعية وبدلا من عودة السلطة الشرعية إلى العاصمة المحررة جاءت قوات من التحالف العربي واتخذت من عدن مركزا لقيادة العمليات العسكرية تأخر عودة السلطة الشرعية وتمكن قيادات التحالف من زمام الأمور أدخل العاصمة المؤقتة في معركة صراع الأجندة وهي المعركة التي توسعت يوما بعد آخر على حساب آمال الناس اليوم وبعد هذه المدة الطويلة من التحرير تبدو عدن أقرب بكثير إلى الفوضى منها إلى الأمن والاستقرار أصبحت معادلة الحياة فيها محصورة بين الاحتفاظ بحق البقاء والنجاة من موت يتجول في شوارع المدينة بحرية الظفر بيوم جديد إنجاز يعده السكان هنا لكن هذا البقاء أصبح مدخما بالخوف والفجائع يقول المذهولون من حادثة مقتل الدكتورة نجاة مقبل عميد كلية العلوم بجامعة عدن التي قضت ونجلها وحفيدتها بحادثة مأساوية اختلف الكثير في تفسير الحادثة لكن الغالبية يرونها حادثة جنائية شجع على ارتكابها الانفلات الأمن وانتشار السلاح في شوارع العاصمة المؤقتة